تهيه طيبة الاخوان والاخوات الاعزاء عن احمد وحيد احمد وحيد كان لي الشرف والفرصة السعيدة ان اتعرف عليها في بداياته في مرحلتين المرحلة الاولى هو لما دخل خط الاعلامي وكان زميل انه في راديو وتلفزيون المربد انا كنت كلفت بمهمة اعداد 13 حلقة لموسم عشوراء فالبرنامج كنت انا عدة واقدمه اسمه ضماء على الفرات كان احمد وحيد لاول مرة يظهر على التلفاز ربما كمقدم برامج كان معي بهذا البرنامج والمرة الثانية لما انتقالت الى التدريس في جامعة البصرة وفي تحديدا لما كنت مدير المركز ثقافي كان عرض اول ستاند اب كوميدي في العراق لي احمد وحيد هو لي احمد وحيد وفي العراق عموما يعني كان في المركز الثقافي في البصرة تصل بي احمد وقال انا عندي ايش فكرة نريد ان يعني نقدمها للجمهور جديدة وما صايرة بالعراق فقلت له يعني ما اوكي توكل على الله المهم ما ردت ان اتكلم بي عن احمد وحيد احمد وحيد من اول يوم شفته انا وتعاملته اياه شفته كان شاب جاي من بيتهم مختمر الادب والاخلاق والسلوك شاب متزن مثقف رائع جدا يمتاز بدماثة الخلق وحسن المعشر بصراحة شاب بصراحة نفتخر انه يكون من شباب العراق احمد وحيد يعني ليس فقط شابا عاديا انما اثبت انه يعني مورد بشري استثنائي اولا هو شاعر ممتاز جدا من شعراء القصيدة العمودية ثانيا اعلامي متميز من الصف الاول سواء على مستوى الكتابة على مستوى التقديم على مستوى قراءة الاخبار كل عناصر الصحفي والاعلامي الجيد موجودة في احمد وحيد ايضا على مستوى التمثيل انتم شفتوا على مستوى الكتابة والاداة التمثيلي احمد جايقود ثورة ناعمة بالمجتمع من خلال الدراما العراقية يقدم محتوى جميل جدا راقي يناسب العائلة العراقية غير خادش للحياة وهذا يؤشر لصالح احمد وحيد اللي ريت تقول عن احمد وحيد احمد وحيد من عائلة كريمة فاضلة معروفة ليس من سمته وسلوكه ان ينال او يسخر من شخصية اقامة كبيرة عراقية من القاضي محمد العربي الله يرحم روحا ان شاء الله وان شاء الله في جنان الخلد مستحيل يعني اللي يعرف احمد وحيد يعرف انه ما ممكن يسوي ولو اراد احمد وحيد ان يقلد شخصية ما فانه سيقلدها بحذافيرها صوتا اداءا طريقة اما اذا كانت الشخصية يعني انه تشبه الى حد ما فهذا امر طبيعي يعني بالدراما لانه الدراما تستقي اشخاصها تستقي الافكار من الحياة من الاشخاص الحقيقيين مع اني ما اعتقد احمد قاصد القاضي الله يرحم روحا لكن حتى وان كان فهو في هذا السياق انه استلهام لشخصيات موجودة يعني مؤثرة اللي يريد اقول ايضا انه احنا لا يعني نقلل سقف الابداع بترهيب لمبدعين رجاعا يعني خلينا احترم هاي القامات اللي جاي تطلع عندنا بين الشباب احمد فرصة او مورد بشري هائل بيعطاء ان شاء الله بعد 40-50 سنة اللي قدام راح يقدم عمال كثيرة يأثر في ثقافة جيل لذلك لا نحاول انه من الان نحط العصي بالعجلات ونوقف مسيرة هذا الشاب بالمبدع اللي المفروض احنا كل احنا نوقف وياه وندعمه تحياتنا الكل الناس اللي وقفت مع احمد تحياتنا الاحمد تحياتنا العشيرة ابو محمد اخواننا واصدقائنا العزاء الرائعين والرحمة والخلود الى روح المرحوم القاضي محمد العربي ايضا هذه فرصة ان ذكره وان ترحم عليه بالخير ونتمنى من الناس من كل اللي يجوز متأذين من هذا الموضوع وعوعدهم موقف بالضد من احمد وحيد انه يحسنون الظن بالناس لا يسيئون الظن انه دائما العراقي متهم في سوء نيتا ما لم يثبت العكس مو صحيح هذه الطريقة خلينا احترم نوايا الناس خلينا اخذهم على محمل النية الحسنة على محامل اجمل وحسن ظن افضل من ما هو عليه الآن اخوكم علي خرف من كندا